موسيقى الإقبال على مثل هذه المواقع هو سلوك مرفوض شرعا في شهر رمضان وفي غيره ومعروف من خلال دراسات بأن مثل هذا السلوك له أضرار نفسية وخيمة وهذه الأضرار تتجلى في كثير من السلوكيات وفي كثير من الأحوال التي تعتري الإنسان وتؤثر على طبعه وتؤثر على أدائه مما يطول كلامه بشرحه أما في شهر رمضان فالإثم يكون أكبر ويكون هذا السلوك أشد ذنب وإثم على صاحبه لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه خرجه الشيخان فقول الزور هو كل قول المحرم وعمل الزور هو كل سلوك المحرم فالذي لا يترك هذه المحرمات فليس لله حاجة في صيامه ولا في عبادته ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ليس له من صيامه أجر ولا ثواب وإنما هو الجوع والعطش لماذا؟ لأنه يجمع بين التلبس بالعبادة وكذلك التلبس بالسلوك غير المحمود شرعان اشتركوا في القناة